مشاهدين في كل مكان أهلا بكم من جديد إلى ثقرة ضيف الغرفة يجكل الدعم وتشجيع العائلي دوما أكبر ركيزة تساعد الشخص لتحقيق إنجازات فينصح العديد من المختصين بتوفير هذا الدعم أيضا لتلاميذ ممن هم مقبلون على امتحانات وذجنيبهم الضغط خلال هذه الفترة وذلك أنه قد يزيد من توترهم مشاهدين لحظيفة أكثر حول هذا الموضوع حول أهمية الدعم العائلي للتلميذ خلال أفترة الامتحانات أسعد باستضافة الخبيرة النفسية والأرتفونية سلمة فنتازي أهلا بك معنا شكرا لك على تلبية هذه الدعوة في البداية سلمة دائما ما يكون الامتحانات رهبة بغض النظر عن كون الطفل متفوق أو غير متفوق كيف يمكننا يعني وصف وتعريف هذه الرهبة من الناحية النفسية أول شيء الرهبة وشنو هي الرهاب هو خوف كبير جدا يصاب بهذا الطفل في فترة الامتحانات أو في الأيام العادية يرتبط عادة بالامتحانات يكون هذا الطفل يخاف بزاف من هذا المجهول يراه جاي لأنه أكاين محتقدات يديها من عند الأولياء من البيئة من أصحابه كذلك ليخلوه يخاف من هذا الشيء الضخم لما يعرفوش هو هو الامتحان يعني كاين أطفال يزيد الخوف التحهم بمرور السنوات كل ما يزيد يدرس سنة دراسية جديدة يزيد هذا الخوف وكاين تلميذ يروح هذا الخوف وفي الديزانيا قد ما يكبر قد ما يروح هذا الخوف لكن نجد هذا الرهاب يكون شديد جدا في الامتحانات تكون نهائية مثلا الباكالوريا أو البغوفي أو سنكيام كما كانت في الأول نصيبه هذا الطفل يخاف بزاف نعم ممكن الأولياء والعائلة دور كبير خلال فترة الامتحانات ما هو يعني وأين يكمن دور الأولياء خلال هذه الفترة كاين دورين كاين دور اللي يخلي الأولياء يعلموا الطفل هذا يخاف وكاين دور آخر اللي يخلوه لا يمتج في الفترة الامتحانات هذا الخوف عادة يكتسب الطفل مثلا نجد الطفل يقرأت سنة تحذيري أو سنة أولى ما يعرف شوش معنة الخوف من الامتحان لكن بمجرد أنه إحنا نطوله هذيك الكاخت باللي آه امتحان هذا صعب لازم تخدم لو كانت تجيب مليح في الامتحانات هني حنفرح بيك لو كانت تقرأ مليح راني حنشري لك حاجة لو كانت تزيد تاتي نقطة أكثر راني حنزيد نحبك أكثر وهذا الشيء غير محبذ يعني من طرف الأولياء ولا حتى من البيئة ديفو نجد أمهات ولا آباء يعتوا راحا نفسيا لهذا الطفل كيكون حيجوز الامتحان ولا في فترة دراسية لكن نجد بيئة غير داعمة مثلا مثلا عمات مثلا خالات مثلا بيئة جيران إذا كانت عائلة كين فيها داخل والخارج كما نقوله كين بيئة دونك هني الطفل هذا يتعلم من يخاف نعم بعض الأولياء قد يلجأون ممكن لممارسة نوع الضغط منذ بداية المراجعة وحتى خلال فترة الامتحانات يعني خلينا نقول ما هي العكاسات هذا الضغط على التلاميذ خلال هذه الفترة حنا هني تدخل في الحب الغير مشروط إذا هذا الطفل أطينا له حب غير مشروط أنا نحبك قريت ولا ما قريتش أنا نحبك كين أولياء يقولك عليه تقولي هكا يسمى هكا أوليدي ولا ما يقراش العكس إذا درنا عند الطفل يشبع عاطفي يعني أنا نحبك مهما يكون مش غير قاعد تعاقل مش غير قريت مش غير كنت شباب أنا نحبك حب لا مشروط بدون شروط وتشوفها الأم والأب يشوفها في نفسه إذا أنا مشيت وقالوا لي ناس وحد أخرين نحبك بدون شروط راح نزيل ثقتي في نفسي هذا الطفل إذا حبينا حب غير مشروط وهي نال وطينا له الفرص حينتج أكثر علش ما ينتج لكن كين هنا الفروق الفردية يعني كين طفل عنده تأخر عقلي هنا تأخر عقلي عنده درجات ممكن يكون تأخر عقلي بسيط هذا الطفل عنده تأخر عقلي بسيط وين الأولياء أولى البيئة ما انتبهتش لهذا الشيء علش نعاقبوها الدراسة لم يقراهش ومعندوش إمكانيات مؤهلات عقليا لتخليه أو معرفية لتخليه يقرأ ناجد كذلك البيئة الغير داعمة أولياء نصبوهم مشيقاريين وكين أولياء مشيقاريين لكن ولادهم قرأوا لأن الأولياء هذا مشي بالديبلوم هذا الأولياء قارئ بسكو عندو انديبلوم كين أولياء جامعيين لكن مشيقاريين ما عندهم مش سلوك تع إنسان قاري يعني فهموش معانتها لا بسيكولوجي ولا فهموش معانتها إمكانيات الطفل ولا مؤهلات الطفل ناجد ناس دارسين جامعيين وكامل ويعنفو الطفل لفظيا علش مقريتش علش وليد الجار خير منك هذو نصنفوهم يعني قريتهم راهي معدا حتى معنا نعم ممكن هنا خلينا نقول أنه هذا المقارنة هي نتيجة حب الأهل في إرضاء ذاتهم بعيدا عن الحب المشروط صحيح؟ هنا كاين تفضلتي وقلتي على نقطة مهمة جدا كنت أنسيتها هذا كاين أولياء يخلوا أولادهم يقرعوا علش؟ بس كهو الداخل عنده مشكل عنده عقدة لأنه هو مقراش ولا لأنه هو كان يتعنف بكري ولا هو تعرض الإيهانة من أحد أفراد العائلة ولا الانتواج ولا أستاذ ولا يجعل هذا الطفل ولا هذا البارو كي كان طفل قعدة هذه العقدة وين يخرجها؟ يخرجها في أولاده نعم نوع آخر ممكن من الأولياء هو الأولياء اللي ما عندوش أصلا تواصل مع أبنائه خلال فترة هي فترة مهمة فترة المراجعة ممكن ما يسألوش كامل على أين وصلت مراجعته ما يساعدوش في المنزل على المراجعة لكن في فترة الإمتحانات يرجع أن يمارس عليها الضغط لازم تنجح هذه المبالات قبل الإمتحان في الوقت الحاضر نجد الكثير من الأمهات يمارسوا الضغط للأبناء منها الأول هي تقري فيه منها الأول هي تروح معه وتجمعه وكذا لإرضاء مجتمع أو إرضاء غريزة فيها أو إرضاء عقدة فيها في نفسيةها ونجد كذلك أمهات يدرسوا أولادهم من أجل أن أولادها ماذا بها تشوفوا في مرتبة أحسن لذلك كائن نجد فروقات نعموش نعموش لكن كذلك كائن أبا يقول لك أنا مرت هي تقري أولادها أنا يا عندي بره ونحن نجد أن نعرفه قبل ثمانية سنوات قبل ثمانية سنوات يكون ستين أو سبعين بالمئة من تربية الأبناء تكون للأم وشي الأخر للأب بعد ثمانية سنوات نبدأ في مرحلة ما قبل المراهقة هنا التربية تكون للأب بعد ستاش سنة هنا يبدأ للأم للأب هنا يدخل في وش غرسنا في الطفل نحصدوه هنا بالنسبة للتعليم لازم يكون نقري أولادنا مشي كي يلحقه بفترة الامتحانات لازم منعلموش طفل نديرولو استخاس نديرولو الضغط نديرولو قلق لأنه كل ما يكون كائن قلق كل ما هذا الطفل ذاكرة تعوه ما تطيلوش المعلومات وما يقدرش يجاوب على هاذاك يا أم يا محترمة نصيبوه الطفل هذا تقولك أنا قريته ودير سوجي وطح نفس الشي في الأيام العادية لكن في الامتحانات جاب لي صفر علاش؟ لأنه يربط الناجح تعوه بغضب ولا فرح الأم ولا غضب ولا فرح الأب ولا إمكانية أنه يفرح هذا البيئة تعوه هذا ليخلي الأفكار ويخلي المعلومات اللي عنده تهرب من الذاكرة تعوه هنا يجب أن نفهم الطفل عليه يقولنا الحب اللا مشروط يجب أن نفهم الطفل أنا نحبه مهما يكون على جال باش كي يلحقه بفترة الامتحان يكون هو ساوي يكون الحالة النفسية ساوية هنا يقدر يمد ثاني كذلك ينتشجيع مهم جدا وأخبره ينشع شعب ثانيا سيقف نشع وأخبره إنه يتجم أخبره أو نشع أخبره كما يجيب نتائج مليحة انت تدخلي في انهيار ولا كما البارح قلت لك البارح شد الطفل في عمره خمس سنوات تحضيره والأم تعنف فيه برا لأنه لم يفهمش كيف يكتب الحرف لأن الأستاذة دارت له إمتحان صغير كي يشوفوا إمكانية هذا الطفل لأنه لم يجب كما ذراري لقمعه تعنف برا في الزنقة لا، الطفل لازم نفهموه لازم نحطوه ونفهموه باللي كي يقرأ وش يقدر يدير بالقراية وشنو هي المهنة لك حب تتمارسها نحوسوا على المهن شدي هذا الطفل ما وش فهموش من المهنة يمارسها نديوه الأماكن فيها مهن أديه مثلا للشرطة أديه للحماية المدنية أديه الأستاذة أديه للطبيب أديه خليه يشوف المهن هنا يتعلم كي يقرأ يقدر يمارس أي مهنة رهو حبها كذلك قلنا لازم نقرره هذا الطفل هذا في مرحلة ما قبل الامتحان يوميا يكون التعليم مشي حتى نخليه للطقيقة الأخرة وإذا شفنا أنه هذا الطفل راو عنده مشكل في الاستيعاب راي الأمة قدرتش تقريه لأنها مضغوطة لأن عندها مشاكل نفسية لأنها لأنها توجه الإنسان آخر ليقرره لأنها لا تستطيع أن تضغط نفسها والطفل هذا لا يستطيع هروب ونرى دائما في فترة الامتحان وفي فترة النتائج نصيبه هذا الطفل يهرب بزاف تقول لك أوليدي هرب ما عليش يعاودي ولي برك بنتي هربت ما عليشت ولي برك قرأيها خليها تروح علاش باش ما نحقوش لهذا المشكل هذية على الهروب لازم احنا نخدموا هذا الشيء قبل عنا ثاني لازم نفهموا الأولياء اللي يكون عندهم مشكل مع أولادهم وجههم المختص نشوفوا أسكو عنده صعوبات في التعلم مثلا أكاديمي ولا معريفي ولا أسكو عنده مشكل في الذاكرة أسكو عنده ما تتوجهوش لشراء المنتاجات صيدلانية اللي متوفرة من دون البحث فيها نعم ممكن هناك فئة أيضا من الأولياء أدخل لك أنا ما عليش نعنف ابني جسديا لكن هما يمارسوا عليه نوع من التعنيق فوالترهيب اللفضي مثلا تربط نتائج ابنها النتائج الفصلية للفصل الأول ممكن تكون سلبية تربطها بالفصل الثاني وتعنفوا لفضيا نحن نقوله تعنيف اللفضي يكون أكثر ويوجع أكثر وقاسي أكثر من تعنيف الجسدي أنه تعنيف الجسدي ينضرب لكن ينساه ينساه بالوقت ينساه ومن بعد يلحق المرحلة يقولك أضربيني ما عليش ومن بعد تضربيني نبكي بعد نسكت لكن تعنيف اللفضي حيقعد حتى هذا الطفل يقولي يا راجل ومن بعد يعود يمارس نفس الشيء بالنسبة للناس آخرين ولا يقاذي نفسه لنشوفوا الطفل هذا يا ولا الإسان هذا يتجه لإيذاء النفس ما نحلوش هذا الباب بس كل أنه طويل ولكن حاولوا حاولوا يا أمهات ولا يا أباء ما تدخلوش في هذا التعنيف هذا اللفضي حاولوا شوفوا مساعدة ثاني كي ينحجوا حدوخراً سيبوا الأمهات في بعض الأحيان يقولوها ما قرأ ليش ما جاب ليش ما دارش ما وش يقرأ لك انت راك تقولي أنا قريت وانا درت حياتي وانا نخدم وانا وانا بعد هو يشوف انه تتقول له ما قرأ ليش كيفاش فهمي روحك والطفل عدو ذكاء مرتفع الطفل هذا قبل ثماني سنوات يقدر يحفظ حتى سبعة لغات بطريقة سهلة يعني اللغات صعبة مش تتعلمي لغة قوم آخر يعني تحتاج يعني مهارة تحتاج ذكاء هذا الطفل يقدر يحفظ كيفاش ما يقدرش يقرأ حنا صحيح انه البرنامج دراسي تعناه هو وعر راهو فيه بزيف راهو طويل راهو كده دون كل ام تقول لك نقريه كل امو يا ربي حاولي تفهميه قبل ما تقريه قبل ما تحفظيه فهميه ويفهم بالدرجة نفهمه بالدرجة نحكي له أنا قريت الدرس على التاريخ نروح نخرج براه ونحكي له كيفا صارت التاريخ الطفل يحب الحكاية يكون أفضل بوغ لا تيغين ليجذب هذا الطفل يجذب انتباهه ونطوله مساحة ليخرج فيها ليلعب فيها ليتكون عنده فوسحة ماشي ببرك أقرأ 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 ركف الامتحانات لازم تقرأ لازم كده لازم نجيب لازم اشتفلا ندار خير منك شفت خوك يقرأ خير منك نعم ممكن خلال نتكلمه على أهمية فترة الراحة سواء خلال فترة المراجعة أو فترة الامتحانات بالنسبة للتلميذ لذلك الراحة مهمة جدا ستنسغفو هذا مخ هذا دماغ الدماغ هذا في عدة أجزاء تحب الراحة لذلك لدينا عمل وعننا راحة لا نقدروش هذا الطفل نخلوه غير يخدم الذاكرة ويخدم الانتباه ويخدم التركيز ويخدم الإدراك ويخدم ومعندوش راحة راحة لذلك يجب أن نرى هذا الطفل ويحبه كذلك نقسموه وقته كذلك التغذية ثانية مهمة نصبو الأطفال هذو يأكلوا غير حاجات لسكرغي ولأشياء لما نذكرش الأشياء الأخرى لما عندها حتى فايدة مثل هذا لا يوجد حتى فايدة لذلك يجعل الطفل هذا لا يوجد التغذية تلعب دور مهمة الراحة النفسية تلعب دور مهمة المجتمع مثلا كاين بيئة كاين مشكل في العائلة ومشكل وعيات وزقاة أكيد الطفل لا يكون مرتاح ثاني يكون عند الطفل إذا شاهدت الأم في وقت الامتحانات الطفل هذو تبولة إرادي تفهم تفهم بلي كاين مشكل أو مشكل نفسي عنده خوف يجب أن يكون طفل يقرر يجب أن يفهمه ركرا يحجوز امتحان هو امتحان كما الامتحانات الأخرى وعلى بالي بلي انت تقدر تجيب مليحة لابلك على بس كنتي أنا نفرح كنت تكون تفرح كي تجيب نقطة مليحة نعم ممكن الأمهات والأولياء اليوم اللي شاهدوا فينا حاليا على قناة البلاد يطرحوا تساؤل كيف نتعامل أنا اليوم مع ابني بدون ما نضغط عليه كيف نعرف بليراني نضغط على ابني قسم الوقت نفسك وقسم الوقت لابنك وإذا شتي روحك مضغوطة وإذا شفتي ما ديريش أفكار سلبية من قبل مثلا أنا على بالي بلي ما مش هيقرأ وانا عرف نيفو التاعو ولا بسح ماذا بي يقرأ بلي أنا ما قلت هالوش لكن إحساس تاعك حيوصل له خلي إيمانك قوي بابنك وبالله تعالى لأن الدراسة مراهيش كلش حنا ماذا بينا ولادنا كايقرأوا لكن الدراسة مراهيش كلش أنا إذا نعنف ابني باش يقرأ باش نغذي حاجة فيها وابني راح يروح للتهلوكة ما يقرأش خير لكن مادام ابني مازال صغير والعلم هذا حاجة مهمة جدا أنه نجد أطفال كي الحقسي المعينة كي دي باسي 20 تان يعاودي ولي يقرأ على ما قراش بكري لأنه لا يساعدوه لذلك ما نفعله؟ لازم نفهم الإبن هذا أنه علاش يقرأ مش يروح تقرأ علاش تقرأ؟ علاش لازم نقرأه؟ لازم نفهموه هذه حاجة ثاني حاجة يجب أن يقولوا البيئة ما ليش نخدموه بالألوان نخدموه بالستيكر نخدموه نخدموه نلسقوه حاجة في الفريجيدر أرى نكملنا الأكل نعودو هذه الصورة فخلوا الدراسة متعة مشي أنكوفي لي لازم يدار أو عقاب دراسة متعة خلوها نعم ممكن في الختام سلم خلينا نلخص ممكن أهم النصائح اللي يشوفيها ضروري جالي للأهل بشيراثقوا بها أبنائهم في مرحلة الامتحانات أول حاجة الأم كما قلنا إذا شتيروا حكم ضغوطة توجهه لمختص نفساني ولا فرد من العائلة ترتحلوا وحكي أهمك لما يزيدش عليك ثاني الأفكار السلبية أنه ابني موش هيجيب مليح ولا نحيها من رأسك لا تهم يعني أنت يديري توقعات هذه توقعات متهمش ما معدها حتى معنا ثالث حاجة أعطي ولدك الحب المشروط أنا نحبك مهما يكون أنا دير ثقة فيك أنا على بالي بالينتات تقدر تقرأ على بالي بالينتات شاطر بزف على بالي بالينتا ناجح بزا علموا ولادكم امشوا معهم بهذه الطريقة حوسي الحاجة اللي حبها وليدك اللي حبي يخدمها وليدك وامشي بيها صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا مهندس صباح الخير يا كدا كي يمشي قدام الناس أنا وليدي يخدم كدا وكدا حتى لو كانت تكون مهنة ما تستهلش أنه يكون مستوى تعليمي جامعي ولكن نفهموه بالي حتى هذاك الطفل ولا هذاك الإنسان اللي يخدم مهنة هذه راهي شريفة إذا كان مستوه الجامعي طالح هينجح فيها خير من لي ما يخدمش بمستوى جامعي مثلاً الحب لا مشروط دايماً نحب ولادنا كما قلنا لا مجالة للمقارنات كل واحد ربي كيفش خلقوه كل واحد عنده الخلايا العصبية والعصبونات تعوه كيفش دايرين ما نخلطوش هذا مع هذا مكاش صبحتين تعيدك مهراه مش كيف كيف ولادك مش يقع كيف كيف انتي مراكيش هتكوني كما ولدك وبابهما مش هيكون كيفهم وهما ما مش هيكونوا كما بابهم تعلموا تفرقوا بين كل واحد وواحد كل واحد عنده شخصيته الخاصة كل واحد عنده ظروفه الخاصة كل واحد عنده مؤهلات الخاصة نتعاملوا مع ابنائنا انه هو حاجة فريدة من نوعها ما نتعاملوش على التعطابق كامل كيف كيف لانه ما يسعج وش تجعوا ابنائكم يكونوا ناس ناجحين مش شرط يكونوا قريين مهم يكونوا ناجحين وان شاء الله يكونوا كامل ذريا ذريا صالحة لهم شأنه عظيم في الدنيا والآخرة نعم نتمنى التوفيق والنجاح لكل تلميذي عنهم امتحانات يعني امتحانات الفصل الثاني الأخصائي النفسية والأرتفرونية سلمة فنتازي شكرا على تواجدك معنا اليوم وعلى كل هذه المعلومات والنصائح مشاهدينا إلى هنا أصلوا وإياكم إلى ختام فقرة ضيف الغرفة من غرفة أخبار قناة البلاد بقية فقاراتنا متواصلة لكن بعد هذا الفصل شكرا